سنستكمل الكلام عن مقدمة التصميم الميكانيكي وفي الجزء الاولاني احنا اتعرضنا الى انواع الاحمال الميكانيكية وعفنا ان انواع الاحمال الميكانيكية اربعة هم normal force اللي هي القوة العمودية وهي قوة بتبقى عمودية على مقطع الجزء والقوة القصية اللي هي shift force وهي قوة ممسية للمقطع ويبقى عزم انحناء بيلف حوالين اي من المحورين اللي تقطعهم بيكونوا لي مستوى المقطع بتاع الجزء التاعي واخيرا اللي هو tourc او twisting moment اللي احنا بنسميه عزم الدوران وده عادة بيلف حوالين المحور بتاع الجزء اللي هو المحور اللي احنا بنسميه zz وعرفنا ان الاثنين منهم normal force والbending moment بدوني normal stress والاثنين الاخرين شير force والtwisting moment بدوني shear stress وبالتالي لازم فيه بعض من لحظات نقلة اول حاجة انه normal stress بيؤدي الى زيادة elongation اللي احنا بنسميه linear strain في الجزء وهذا linear strain اما بيبقى extension او contraction يعني ممكن يكون extension يعني زيادة في الابعاد ممكن يكون contraction يعني نقص في الابعاد وده بيتوقف حسب القوى المؤسرة او الاحمال المؤسرة معنا صح يعني لو normal force ده ناتب من لو normal stress ده ناتب من normal force فلو كانت normal force detention هتديني extension هتديني extension هتديني زيادة في الطول هتديني positive linear strain لو كانت القوى اللي عندي normal force ده compression هتتعمل نقص في الابعاد هتديني negative linear strain بالنسبة للsheer stress فده بيعمل distortion في الجزء بيعمل لي ايه ما يسمى بالsheer strain والsheer strain ده بيقعباره عن تشكل في شكل الجزء بتاعي يعني تغير في الشكل بتاعي الحاجة اللي بعد كده اللي احنا نتبعرفينها ان احنا بنهمل تأثير shear stress الناتج من 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 بالنسبة بالنسبة يعني في عادة بيبقى الشير السرس المطلد عنها من حاجتين اول حاجة من 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 الشير فورس بيبقى بحدود وما يزيدش عن 1% لما يكتر قوي بقى 1% وبالتالي فقيمته بتبقى ليلة وطالما احنا بنشتغل اعادة بقلبه وسترس لما نصمم فاحنا بنقدر نهمل الشير استرس الناتب من الشير فورس في حالة تصميم الترانزميشن دي بعض الملاحظات اللي احنا لازم نكون موحدين بالنا منها ونحطها في الاعتبار دايما ونحن بنتكلم لحد الوقت اتكلمنا على الأحمال اللي هي البيور اللي هي الأحمال اللي بيكون جزء عندي عليه twisting moment أو عليه bending moment أو عليه normal force أو عليه shear force لو عليه بقى normal force وبندن جا مومنت فالتنين بيكوني normal stress انا ممكن اجمع الاتنين على بعض كل واحد بيشافر لان الاتنين بيكوني نفس النوعية من الاجهادات يعني بتلاقي ان الاجهاد اللي بيدهولي بيتلاقي على المقطع جزء منه موجب والجزء التاني منه سالب وحين النورمال استرسينات من النورمال فورس يبقى كله بإشارة واحدة يعني كله إما تنشى وإما كومبريشن وبالتالي انا عندي جزء عليه نورمال استرس due to normal force ونورمال استرس due to bending moment حسب النقطة اللي انا عايز احسب عندها ممكن أجمع قيم النورمال استرسيز المتعلدة على هذا الجزء اللي تقال على النورمال استرسيز بتقال على الشير استرسيز ولكن هنا المشكلة بتظهر عندي لما يكون الجزء بتاعي عليه نورمال استرسيز وشير استرسيز في هذه الحالة احنا مبنقدش نستخدم المعادلات اللي احنا استخدمناها العادية ديان نستخدم معادلات أخرى اللي هي نظريات المهيار لـ ودي احنا اتعرض لها ايه في مرحلة قادمة احنا اتكلم دلوقتي على sequence of calculations او خطوات في العملية الحسابية اللي انا ببتديها عشان اخلز الجزء الاولاني من التصميم اللي هو عملية الحسابات عملية الحسابات بتتم فيه اكتر من خطوة الخطوة الاولية احنا بيكون عندنا system معين element معين element دون عليه احمال يعني زي ما قلنا هيكون عندي حاجتين من ثلاثة معروفين ثلاثة حاجات لهم اتنين من هم لازم يكونوا معروفين اللي هم ايه اللي هم dimensions و material property و الاحمال لو انا عارف اتنين فمن ال calculations دي بجيب التالت وعملية الحسابات التصميمية بتاعتي ايه انتهت وبتدي اعمل construction بعد كده طيب ازاي انا اعمل عملية الحسابات دي انا اول خطوة فيها لازم بيكون عندي external forces اجيب reactions اول حاجة detrimination of the reactions add the supports والسبورت دي ممكن تبقى foundation قاعدة يعني اذا ايه اللي هو element الوسيط اللي هينقل القوة الخارجية اللي بتتولد عندي الى الارض الاساس يبقى الاساس عندي بيكون عندي external loads وبجيب منها الى reactions دي الخطوة الاونية الخطوة التانية برسم برسم اللو اللي هو توزيع الاحمال اللي هو normal force دي اجرام والشير دي اجرام وعشان ارسم دول بعمل بعمل بحول جسمه الى صورة بسيطة عبارة عن مجموعة عن خط مثل اذا كان عمود بمثلها بمثلسات بمثلسات على اساس عندها دي بحدد ما اذا كان ده free أو فري أو فري فري أو فري طبعا لو كان free فهو رولر يعني فده بياخد reaction واحد او الى الثاني بياخد هو الى الثاني حاجة اللي اعملها ان انا بعمل ايه ارسم دي الخطوة التانية الخطوة اللي بعد كده ابتدي احدد من دي الخطوة اللي عندي احنا اتفقنا ان اي منبر عندي بيكون مجموعة مجموعة لا نهائية من المقاطع وطلسقة مع بعض انا عن طريق دي الخطوة اللي بحدد المقطع الحرك او اللي هو تعريفه ايه اللي هو المقطع اللي عنده الاحمال بتبقى اكبر ما يمكن الاحمال بتبقى اكبر ما يمكن ودي خطوة لابد ان احنا ايه نوصل لها علشان نعمل منها الخطوة اللي بعد كده اللي هي ايه اللي هي بعد ما بحدد بخش على خطوة الرابعة اللي هو اشوف ده هو انواع الاحمال اللي عليه ايه والاحمال دي انا هتديني فبعمل على برسم الكريتكال سيكشن ده بره وحط عليه بتاع الاجهدات اللي موجودة يعني السيكشن ده ممكن تلاقي عليه نورمال سريس ديو تو نورمال فورس او نورمال سريس ديو تو بندنج مومنت او الاتنين مع بعض او الاتنين او واحد منهم ومعاه شير سريس ديو تو تويستنج مومنت او التلاتة مع بعض او اي خليط من هذه المجموعة مع بعض فدي لازم ارسمها علشان منها اوصل للخطوة اللي بعد كده اللي هي احدد ما يسمى بالكريتكال بوينت يعني اذا كنا احنا قلنا الكريتكال سيكشن هو السيكشن اللي بيكون عنده احمال اكبر ما يمكن وده انا باخده بالنسبة للأليمنت ككل يعني المنت ككل المكون من مجموعة من السيكشن اللي نهائيا بقدر من هذه المجموعة اللي هنقين من السيكشن من رسم بقدر بقدر احدد أنهي سيكشن هو اللي عليه اقصى احمال وهو ده لما بطلع وبرسب عليه توزيع الاجهادات من السيس ديستيربيشن دياجرامز دي بقدر احدد نقطة على الاسيكشن النقطة دي ببقى عليها اقصى اجهادات وبالتالي النقطة دي بسميها يبقى نقطة عليها اقصى اجهادات موجودة على وبالتالي هذه النقطة الاحمال اللي عليها اكتر او اعلى من اي او الاجهادات اللي عليها اكتر من الاجهادات الموجودة على اي نقطة اخرى موجودة على السيكشن ككل وبعد كده السيكشن دي هو اللي انا حددت عليه الكريتكال بونت هو ده اللي هو السيكشن اللي عليه اقصى احمال موجودة عندي على السيستيربيشن بتاعي وبالتالي انا بكده لو انا تصميمي بنيته على كريتكال بوينت ده يعني هعتبد انا النقطة دي اللي هي عليها اقصى اجهادات على السيكشن اللي عليه اقصى احمال هي دي النقطة اللي هتمثلي كل النقاط اللي موجودة في كل السيكشن بتاعت يعني جميع النقاط اللي بتكون منها الالمنت بتاعي وبالتالي يبقى التصميم بتاعي هيكون امن لو انا اشتغلت ايه عليها من نوعية الاجهادات اللي هتبقى متولدة هقدر استخدم المعادلة المناسبة اللي انا اعمل بيها العملية التصميمية وبالتالي لو كان عندي انا الجزء اللي عندي عليه نورمال نورمال سرس بس دي نورمال فورس او نورمال سرس دي تو بندنج مومنت او اللي اتنين مع بعض فدي العملية سهلة انا ممكن ايه بقى جمع اللي اتنين مع بعض واحدد النقطة الكريتيكال واقدر ايه استخدم المعادلة بتاعتي يعني اذا كان عليه بندنج مومنت بس هيبقى السيجمة بتاعتي بتسوي m بندنج في y عض اي اذا كان عليه نورمال فورس والنورمال فورس دي نورمال سرس هيبقى المعادلة بتاعتي السيجمة تسوي الف عال اي لو عندي الاتنين مع بعض الاتنين دي نفس الاشارة هتبقى السيجمة تسوي الف عال اي ز اي دي اذا عملية ايه سهلة وبسيطة نفس الكلام لو القلم بتاع عليه شير فقط نتيج فالعملية برضو بسيطة هستخدم المعادلة المعروفة اللي هي التاو بتسوي الام تي في الار على الاي بولر لكن لو كان عليها الشير سترس ونورمال سترس في هذه الحالة لابد ان انا استخدم نظريات الانهيار واستخدم النظرية المناسبة للحالة اللي عندي وده اللي احنا هنتعرضله في مرحلة قادمة ان شاء الله هنشوف دلوقتي بعض الامثال المحلولة امثال اولاني سلط شافت 50 مليمتر داخل يعني عندي عمود المقطع دائري سلط يعني ماهنش هلو القط بتاعه 50 مليمتر وطوله 450 ملي مستخدم علشان ينقلي باور قيمتها 45 حصان عندي سرعة 1800 ونبحث هنا حاجة ان انا هين هو اي الم انت عندي الل باور لازم ومعروف الباور تتنقل عندي سرعة كام لان الباور مع السرعة الخليط يحدد قيمة التورك اللي بقى موجود لان انا عندي المعادلة الاساسية اللي عندنا اللي هي ان الباور بتاعتي بتساوي التورك مضروف في السرعة الزاوية الاساسية اللي هي على الشافت او الديفورميشن اللي حصل في هذا الشافت اول حاجة عشان اجيب الشير سرس انا عندي معادلة بتقول ان الباور بتساوي الامي تي في ستديني 219 ميلي متر يبقى ده قيمة التوستنج مومنت اللي بقى السراري على العنصر بتاعي وبالتالي عشان نجيب الشير سترس انا عارف ان الشير سترس بتسوي الامي تي في الار على الاي بولر طيب الاي بولر اللي هي باي دي قصر 4 على 2 و ثلاث زي المعادلة المكتوبة من فوق باي دي قصر 4 32 يبقى باي والقطر بتاعي 50 يبقى باي في 50 قصر 4 على 32 ستديني 613 ألف ملي متر قصر 4 وانا عندي الار هتبقى بكام بنص القطر وبالتالي القطر عندي 50 هيبقى نص القطر 25 والامي تي انا جبتها قبل كدهوا الخطوة السابقة اللي هي كانت نيوتن ملي متر يبقى معنى كده ان التاو بتاعتي من المعادلة تطلع على 9 نيوتن على الملي متر سكوير ده اول حاجة ده الشير سترس المطالب في الجزء عشان جيب باستخدم المعادلة الرئيسية للشير للتويستنج مومنت اللي هي بتقول المعادلة بتقول ان الثيتا جي على L بتساوي mt على R بتساوي التاو على A بولر واللي وصفها موجودة على الرسمة اللي قدامنا دوا حيث L هو طول الجزء الثيتا اللي هي زود على section والتاو هشير stress والmt اللي هو التورك المؤثر والj اللي هو مدرس over j وبالتالي انا ممكن استخدم هذه المعادلة فان انا احسب منها قيمة الدستورشن عايزة اللي هي الزاوية سيتا اللي هو الدستورشن اللي حصل ده اللي هو التورشن والديفليكشن يعني طبعا اللي مرسوب كمان قدام دان دا توزيع الشير stress اللي حينتك على section نتيجة A twisting moment اللي مؤثر لي عليه وبكده يبقى انا عندي من المعادلة اللي قدام ده اللي هي سيتا G على L سوء انا ممكن اخد السيتا G على L تساوي M T على R وبالتالي تصبح المعادلة شكلها في الشكل لما ازبطها لان السيتا ستساوي M T في L على G في I بولر وبالتالي سيتا بتاعتي بتساوي 219000 في L اللي بتاع 450 ميلي في علام مقسومة على G ل 95 1 10 4 0 0 ميلي سكوير وعند I بولر 613 281 وكسر 613 281 وبالتالي هقدر اعرف هجيب السيتا دي اللي هي 0.0016 رادي ده بالتقدير الدائري لمعادلة تديني سيتا اللي هو Torsional Reflection بالتقدير الدائري احوالي التقدير الستين اضرب في 360 على 2 باي هتدين 0.09 دي يعني 900 من الدركة وبكده انا قدرت اوصل للمطلوب عندي في هذه المسألة المسألة دي من جرد مسألة تمرينية عشان اقدر اتعود ازا انا بتعامل مع المعادلات التصميمية المسألة المسألة التانية اللي قدامنا عمود وعليه طارة وترس يعني المسألة بطول ايه بولي أوف دي اف 750 ملي متر يعني عندي طارة محطوط عليها سير قطرها 750 ملي متر دي اللي هي عش الشمال واللي على اليمين الاحمر دا اللي على اليمين دا اللي هو ترس قطره 280 ملي متر 1670 و 1330 نيوتن على زوايا 25 درجة يعني ايه يعني الشد اللي موجود في السير اللي موجود على الطنبورة 1670 من ناحية و1330 من ناحية تانية ودائما في السيور زي ما هنشوف في تصميم السيور بنلاقي ان الشد التنشن في السير اللي محطوط على طارة هو بيلف بنلاقوش متساوي بنلاقي شد صغير و تاني كبير الفرق بينهم هو ده اللي بديني الدوران يعني الفرق بينهم ده في نص القطر الدين التورك اللي هو بيلفف للطارة دي او اللي التورك او اذا كان التورك دي دريفن يعني منقادة يعني بتجيلها الحركة فهو ده التورك اللي بدورها واذا كان هاي اللي بتدور حاجة تانية بيبقى قيمة القدرة اللي طلع او التورك اللي طالع منها هو عبارة عن فرق التنشن 1670 نقص 1330 مضروف في نص قطر الطارة العمود بالشكل دون لما نبص له نلاقي العمود طرفين ا وبي الطارة اللي عليها السير على بوعد 375 ملي متر من الحرف ا والطارة التانية او الترس على بوعد 500 ملي متر من الحرف بي وبين الاتنين في مسافة 375 ملي متر نلاحظ ان عمود بالشكل ده معناه ايه معناه ان الطارة ديا لو كانت هي القائد يعني لو كانت هي اللي بتجيب الحركة للعمود يعني يعني الطارة دي عليها سير والسير ده ممكن يكون على طنبورة تانية والطنبورة تانية على مطور فالمطور يحرك الطنبور اللي عليه فتحرك السير فتحرك لي الطنبورة اللي قدام نا هو قطر سير وخمسين ملي متر في حرك العمود ده هو ليه لان الطنبورة دي بتبقى معمولة بخبور على العمود يعني مع العمود حتة واحدة عن طريق الخبوق يعني بتتحرك مع العمود كقطع واحدة اذا وفي هنا خبور بين الطارة وبين العمود فالعمود اوما الطارة الجاهل الحركة من الطارة الاخرى اللي مرتبطة معها عن طريق السير سيتحرك معها العمود العمود ده هيتحرك بسرعة معينة وبترك معينة تنقل الطارة دي عشان يروح للترس اللي هو قطر 228 ملي متر اللي هو اللي على ابن اليمين ده اذا المسافة بين الطنبورة والطارة هي دي المسافة اللي القدرة بتتنقل فيها بمعنى بمعنى ان حرف العمود من عند A لغاية الطنبورة او B لغاية الترس اللي هم جزئين العمود اللي مبرل على الاحراب دول دول معلهمش طورك الطورك بيطلع من الطنبورة يوصل للترس والترس بيروح واخد هذه القدرة وعشان كده نلاحظ ان لو كان الطنبورة بتلف في الاتجاه معين ما سوالياكم اتجاه اعرب الساعة هنلاقي الترس بلف في اتجاه عكسي عشان يبقى مقاوم لها منفعش اتنين لفهم مع بعض لازم يبقى اتنين عكس بعض وده من الحاجات الاساسية اللي لازم ناخد بالن منها ان نلاحظ ان السيرين الترس والطنبورة الطورك اللي فيهم اللي مقصع عكس بعض لان بين الاتنين هتلاقي ان العمود عايز يعني بقاوم لاي هيحصل فيه اللي ده مش هيحصل الا اذا كان ترس بيأثر في طرف منه احنا نتكلم على التلت الوسطان من العمود جزء من التلت ده ليه طرفين الطرف اللي هو ناحية الطنبورة عليه ترس معين لازم اللي عسير هياخد هذا الطرف لازم يقوم في الاتجاه عكسي عشان كده نلاحظ لو اتجاه السيور الالف ستومئة وسبعين ده لفوق والالف والثمئة وثلاث هو الشد اللي في السير التاني شد من تحت وعلى زي 45 معناها ان الطرف تحت هتلف في اتجاه السيور اللي موجود عليها وبالتالي فنلاقي السير الترس الاتجاه العكسي زي الواضح قدامنا وبالتالي هتنشأ القوة 900 نيوتن هتبقى في الاتجاه لفوق كده عشان رد الفعل لان ترس دون مع ترس تاني فده القوة اللي سمي جير فورس دي اللي منقول بين الترس ين اللي بتنقل البار فرد الفعل على الترس دون لأعلى زي ما هو وضع قدامنا كده 900 نيوتن لما نبص المسألة نلاقي معلومات تانية بالدهنة ايه بيقول لي ان القوة بتاعت الترس تتسعمية ان اللاوبل شير و التنسايل بقيم 57 71 على 30 طبعا دايما شير بيبقى أقل من سيجما اللاوبل تنسايل استرس وعايزين نحسب لهذا العمود قطر يبقى اذا دي هي المسألة اللي عندي اللي مطلوب حساب قطر العمود عشان نعمل حساب قطر العمود لازم اطبق sequence of calculation اللي احنا عملناها قبل كده اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي احنا بتتتكون من اي من كذا خطوة اننا اول حاجة هاجيب ردود الافعال ايه القوة اللي هي 900 دي ليه قوة الخارجية اللي موصل عندي على العمود وعندي التثبيت على bearings a وبالتالي طبعا bearing a و bearing b 1 لازم افروتنج يعني ياخد reaction 1 والتاني ياخد a 2 reactions لو كان عندي قوة في الاتجاه x اللي هو في اتجاه x بتاع العمود فاذا انا في الاول لازم اجيب reaction وبعد كده بعد ما اجيب reaction ارسم load distribution اللي هو الشير force diagram والnormal force diagram والtorque diagram ومنهم احدد critical section اللي احنا زي ما عرفنا اللي هو section اللي هو اقصى احمال ومن critical section دو ابتدي ارسم عليه الشير distribution واحدد النقطة critical النقطة من الاجهالات اللي عليها اصمم هذا العمود الخطاط دي اللي احنا هنعملها ايه دلوقتي مع بعض اول حاجة في سبيل الحل ان انا لازم في الاول اشوف الشد اللي في السير ده هو الشد في السير ده هم قوتين واحدة كانت قيمتها 1332 والتانية 1670 والاتنين ميلين بزاوية 45 درجة يعني ما هم افقين والرقصيين لا بزاوية ميلة يعني معنى كده طبقا للرسم اللي هو قدامنا ده دلوقتي معناه ان 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 الشدين دول بيربطوا اضطار للعمود اي بي ده هو بطارة اخرى لالتطار اخرى دي الاكس بتاعها اعلى شوية في الليفل بتاعه اعلى من العمود اي بي اعلى المطور او اذا كان عمود تاني في مستوى اعلى شوية القوة دي قوة ميلة لازم نعمل لها مرة نحلل الى مركبتين مركبة اسمها FV اللي هو Vertical Tension Component و FH اللي هو Horizontal Tension Component يعني مركبة V ومركبة A Vertical طبعا اي واحدة من دول هي عبارة عن مجموع لو نلاحظ ان اي كما لو اننا متخلق فيه طارة على العمود دون وعليها حبل وانا بشد الحبل من الطرفين بتوعه فالعمود بمتأثر بمجموع قوتين الشد اللي هم 1670 زائد 1330 وطبعا هعمل لهم عملية تحريب بتاعهم فهيبقى 45 هيديني وطبعا Vertical Component وRosent المتساويين هيتطلع 2120 من الشد اللي في الطنبورة وجاي تأثيرها على العمود وبعد كده نحاول نشوف هنعمل ايه بعد كده طبعا الخطو اللي بعد كده ان احنا نبتدي نجيب ردود الافعال ايه قدام تتمثيل للعمود AB طبعا هنمثله في الاتجال Vertical لانا عندنا القوى عندي في اتجاهين متعمدين لما انا حللتهم في الاتجاه Vertical حلائي عندي القواتين هو 2120 و900 ال2120 دي المركبة Vertical بتاعت الطنبورة وال900 دي بتاعت الترس القوى اللي جاية من الترس وحلائي هيتولد لينه عند Reaction اسمه RA وعند B Reaction اسمه RB لكن هنلاحز حاجة نلاحز انه التمثيل بتاع A والتمثيل بتاع B هنا مختلف نلاحز ان A ده Roller في حين B Fixed وبالتالي هنبصر عند A ده وانياخد R A بس لكن عند B ممكن ياخد RB وياخد كمان Reaction تاني في الاتجاه الافقي ولكن احنا هنا ما عندناش قوى افقية فعشان كير قيمة Reaction ده A بصفر لكن لازم ناخد بالنا ان الصبورت اللي عند B غير الصبورت اللي عند A وده بيفرق في عملية التثبيت يعني حاطين هون كبس رمان بيلي هنلاقي ان تثبيت رمان البيلي عند A غير عند B تبقى للشكل اللي احنا عم يمدون طيب بعد كده نعمل ايه اتزان للشكل ده وفي الاتزان احنا بنستخدم قوين الاتزان اللي احنا المعروفة اللي هي تات قوين السين ان هو مجموع القوة في الاتجاه X بيساوي 0 مجموع القوة في الاتجاه Y بيساوي 0 مجموع العزوم حوالي اي نقطة بيساوي 0 يعمل ايكويبر هنا لو اخدنا العزوم حوالي النقطة B فهتطلع لان R A في الزراع بتاعها 375 و 375 و 500 ده هيلف في اتجاه عرب الساعة هيقبله في اتجاه ضد عرب الساعة من ناحة التانية اللي هما كان القوة 900 مضروبة في الزراع بتاعها 500 زائد القوة 1120 مضروبة في الزراع بتاعها 500 زائد 375 لليه المسافة من القوة 1220 بغاية A في الصبور B ومن دهيا هنقدر نصل الى N قيمة R A هي 1844 نيوتون تجيب R A 1444 نيوتون طرم طرعت مجابة معناها الاتجاه اللي أنا كنت تفرض دوان A اتجاه مزبوط هنقدر نفس الكلام وناخد العزوم حوالين A حوالين النقطة A فهيبقى الرياكشن بتاع R B مضروف في الزراع بتاعه اللي هو 375 و 375 و 500 وده يقف في اتجاه عرب الساعة معانا في اتجاه عرب الساعة حطناه في الناحة تانية عشان يبقى موجب بعد علامة اليساوي يبقى 900 في 375 زي 375 و 220 في 375 ولما نعمل الحزبة ده هنلاقي ان R B هتطلع 1176 1176 دي قيمة R B وبرضه طلعت مجابة معناها الاتجاه اللي أنا كنت تفرضه مزبوط وبالتالي أنا ادلت عرفة R A و R B هنا كده مش كفاية لازل نعم عاملة check up عاملة check up بعملها ازاي ان انا اجيب sigma forces في الاتجاه الرقصي انه في الاتجاه ويساويه صفر فمعناها ان R A زي R B هتساوي 1844 زي 1176 اللي هم طلعين لفوق اللي هم قيمة وقيمة القوى اللي اتنازلة منتحت لها القوى الخارجية لها 2020 زي 900 ويلاقي ان مجموح مزبوط 2020 معنى كده مزبوطين وحسابات مزبوطة عاملة check up بعض الناس تكسل تأملها ويكتفي بانه اخد العزوم او جاب القوى وانتهت الموضوع على كده لكن طبعا دي مش مزبوط لازم الواحد يعمل check up عشان يتأكد ان حساباته كانت مزبوطة وانه مغلطش في اتجاهات او مغلطش في اشارات او مغلطش في عملية ضرب لكن دي من عملية المهمة والمهمة جدا كمان هكرر الكلام اللي اتعامل بالنسبة لل reactions اللي كانت vertical direction للاتجاه التاني horizontal direction طبعا horizontal direction مفيش عندي غير مركبة مركبة واحدة بتاعة السير او القوة الموجودة على الطنبور يعني لل 2120 بينما التلس هنا ما علهوش اي اي قوة لان القوة التلس كانت جاي اي رأسية لاعلى القوة ال2120 دي هتقع على مسافة من ال 375 وعلى مسافة من ال 875 زي ما احنا واضحوا دامنا وحلاقي ان الكرسي دو هيبقى عليه اثنين كرسي او كرسي بي عليهم طور actions اتش او اتش بي اللي هم في الاتجاه horizontal هنجيبهم ازاي هنجيبهم برضو باخذ العزوم زي ما عملنا في الحالة السابقة يعني لو خدنا العزوم حوالي نقطة بي على ان ال اتش اي مضروبة في المسافة او في 375 زائد 500 ومن دي هقدر اقدر ليب قيمة الاتش اي اللي هتطلع قيمتها 1484 بنفس الاسلوب هكمل علشان اخذ العزوم مرة ثانية عند الاتش بي في طول الزراع بتاع الاتش اي برضو الاتش بي لها نفس طول الزراع اللي هو 375 و375 و500 دي هتسوي الالف 220 مضروبة فيه كان في 375 وسبعين انا باخد العزوم حوالي النقطة اي والان 220 تابع مسافة 375 ميلي فقط من الكرسي اي وبالتالي انا بالطريقة دي ممكن احل المعادلة اللي قدام دي ويطلع الاتش بي وهيطلع قيمتها 636 نيوتن برضو استكمالا لها الكلام لازم اعمل الاتجاه الهوريزونتل بتساوي 0 فهتديني ان مجموع القوة هم 1120 اللي هي نفس القوة السابقة اللي احنا جبناها وبالتالي يبقى شغلي مزبوط وبكده يبقى انا حققت الخطوة الاولى وهي الخطوة الخاصة بحساب الرياكشنز المتولدة على الجزء بتاعي نتيجة المؤثرة على العمود حيبتل نعمل الخطوة التانية وهي رسم load distribution diagram او وحيبت طبعا نحن عندنا العمود بتاعنا محمل في الاتجاهين في الاتجاه الvertical وفي الاتجاه الريزونتل في الاتجاه الvertical عند نقطة c في 1220 وعند نقطة d 900 النقطة دي اللي هي بتمثل الجير والنقطة c اللي هي بتمثل البول الريزونتل ما فيه بس عند نقطة واحدة اللي هي تمثل النقطة c برضو وعندها الريزونتل 220 هلاحظ حاجة هلاحظ هنا ما عنديش هنا قوة axial او قوة normal يعني بمعنى صح وبالتالي مش هاد ارسل من normal فرص دياجرام لان كله بيساو صغر لكن نتيجة القوة دي وفي عندي شير فرص دياجرام وفي عندي بند جمو دياجرام بالاضافة للتورك دياجرام الناشئ نتيجة الدوران التورك اللي بيجي من الطنبورة ويوصل للترس او العكس اللي بيجي من الطنبورة حسب حالة الاستخدام اللي انا هستخدمها لكن هو عادة هتلاقيه جاي من الطنبورة ورايح للترس يبقى اذا اول حاجة هاروح كاي هشتغل بالنسبة للفرتيكل حاسم الخطوط اللي بتمثلي الخطوط البري بتاعت الشير فرص اللي بتحددلي العمود بتاعي وعش هرس اللي عليه بالنسبة لكل حاجة وهبتدي بالنسبة من على الشمال هلاقي عندي عند النقطة ايه في الف تنمية اربعة واربعين فاروح طالع من عند ايه ب مسافة الف تنمية واربعين وحمش افقي لغاية النقطة سي وانزل هنزل قد ايه هنزل مسافة اللي هي الالف مية وعشرين في منهم الف تمنمية واربعين هتبقى لي متين ستة وسبعين هنزل تحت الخط وبالتالي هلاقي ان الجزء من الال السي عليه شير موجب مقدر عف مية واربعين ومن السيل دي عليه شير سالب متين ستة وسبعين لحد الوقت اكمل بعد كده الرسم بتاعي فهبص لقي عند نقطة D هلاقي في قوة كمان تسعمية الاسفل فهتضاف على المتين ستة وسبعين هتدين 1176 وهتظل ماشية افقية لغاية لما توصل عند النقطة B على الرياكشن اللي هو الار بي اللي هو 1176 فهيطلع لفوق وهتقفل بصفر وبقى كده أنا اسمت الشير فورس دياجرام هكمل دلوقتي وارسم الBending Moment Diagram فأول حاجة هبتد من الشمال فهلاقي عند النقطة C فيه عندي عزم هو عبارة عن قيم 1440 مضروف 375 هادين 616 وجميع 3 صفار بس انا هشترخ نعم بن نيوتن متر فعشان كده اسمت على 1000 هادين 619 وبعد كده هجيب العزوم عند النقطة برضو من ناحة الشمال ومن ناحة الشمال عند نقطة D فحلقات توصل 588 وبهوصل الخط ما بين 619 ونقطة عند D مقدار 588 وهكمل شغلي فهروح اخذ العزوم عند B إذا ما تطلع بصفر وإلا هبقى فيش التزام هيوصل لي ده شكل الBending جمع وده موجب كلمة موجب ده معناها العمود A B ده هو نتيجة الأحمال اللي عليه هلقي عايز يقوز لتحت بمعنى ان السطح الفؤوني بتاعه يبقى في حالة الضغاط والسطح التحت العمود سيبقى في حالة Tension دي برضو لازم أخذ منها نجي بعد كده نرسم التورك دياجرام عشان هرسم التورك دياجرام هجيب قيمته عارف منوطلع التورك هيطلع من C وصل D قيمته عبارة عن فرق التنشن اللي موجود في الطرفية السير وفرق التنشن دياجرام في نص القطر هيديني 127.5 نيوتين متر وبالتالي كده يابقى انا غسمت الشير فورس دياجرام والبين المون دياجرام والتورك دياجرام في الاتجاه الفرتكال الاحظ حاجة ان الاتجاه الفرتكال الشير فورس دياجرام لي و بين دياجرام ده اوكي لكن التورك دياجرام ده مش في الاتجاه الفرتكال الوريزونتر اللي فيه تورك دياجرام واحد لان انا عندي التورك بيلف حوالين المحور زد لكن المومنت ده هو الاولان اللي بيلف حوالين مثلا XX والتاني بتاع الوريزونتر بيلف حين Y و عشان كده لما العمود بيكون محمل في اتجاهين حلاقي ان لديه بين دياجرام في اتجاه X وبين دياجرام في اتجاه Y او في بين X وبين Y او لكن التورك دياجرام حيوالي تورك دياجرام واحد نفس الكلام الشير مرتبط ببين دياجرام نفس الشغل اللي عملته في الوريزونتر سكرره بالنسبة الهوريزونتر فهرسم الشير فورس دياجرام والبين دياجرام وده رسمة الخطيب الاول اللي يمثل العمود بتاعي سبتدي اول حاجة بالنسبة للشير فورس دياجرام سبتدي من الشمال اليمين فهطلع من عند نقطة A مسافة مقدرها 184 وحمش افقي لغاية لما وصل عند النقطة اللي تمثل برضو النقطة C وعند النقطة C لازم حنزل مسافة قد ايه حنزل مسافة 2120 فهتبق من تحت 636 هتمشي ال636 الافقي لغاية لما هتوصل للنهاية عند النقطة B وبالتالي وبأكيد ايه حلقة عند النقطة B ال636 هطلع بها الفوق فهتقفل عند الصفر وبأيز ايه شغلي مصبوط نلاحظ حاجة لو ما قفلتش على الصفر معناها ان شغلي فيه غلط بالنسبة لل B لازم يقفل عند الصفر عند A وعند الصمبورت عند الاطراف لازم يقفل عند الصفر سواء ال بالنسبة ال بقى في ال هبتدي برضو من ناحية الشمال هبص من ناحية الشمال هلاقي عندي القوة 1484 في 375 هتديني 556 ونص طبعا دي مقسومة على الف عشان الوحدات اللي انا اشغال بها بالنسبة بندينج ومن دجرام هي نيوتن متر وهاخد العزوم عند B هتديني بصفر وبكده يبقى انا حققت الخطوة التانية ورسمت اللود ديستربيوشنز اللي هستخدمها علشان احدد منها المفوض Critical A Section بالنظرة فحصة شوية اللود ديجرام دي نبص تلاقي ايه نمسك اول حاجة الشير فورس ديجرام هلاقي ان Section A في اتجاه الVertical عنده 1844 وفي الهروزونترا عنده 1484 في المومنت عنده سفر في الVertical وصفر في الهروزونترا Section C هلاقي عنده في الشير عنده 2120 اللي هي 1844 زي 2276 وبرضه في الهروزونترا برضه في 2120 وفي المومنت بقى فيه عندي في الاتجاه الVertical في 619 نيوتن متر وفي الهروزونترا في 556 ونص نيوتن متر اولا نرجع للقارقة بتاعتنا ده عمود فاحنا بنهمل تأثير الشير فورس دياجرام فالرسمة بتاعت الشير فورس دياجرام اللي احنا رسمناها دي ده بس رسمناها عشان نستوضح وعشان نتمر من زي الرسم عشان لو احتاج نحن هنا لنحتاج الشير فورس دياجرام خالص احنا نشتغل على بند جمه دياجرام وعلى تورك دياجرام وبالتالي لما هبص لقي احنا ان السيكشن سي يبقى انا اقارن بين السيكشن سي والسيكشن دي بالنسبة بين جمه دياجرام لان السيكشن سي عنده في الاتجاه الوريزونتال 619 وفي الهوريزونتال 656 بينما عند السيكشن دي هلاقي عنده في الوريزونتال 588 وفي الهوريزونتال حلائق قيمة هي اقل من 556 احتمتوا بقى 200 300 اجيبها اجيبها من المثلث اللي هو بتاع الهوريزونتال المثلث اللي على اليمين الكبير دا والل هو الرأس بتاعته 656 والقاعدة بتاعته اللي هي 875 هلاقي ان الهوريزونتال دا عنده النقطة دي هلاقي قيمة صغيرة وبالتالي هقدر اوصل من كده الى نقطة سي عليها اعلى لو بصنا للتورك دا جرام هلاقي ان النقطة سي ونقطة دي عليهم نفس التورك دا جرام اذا هنا هو في الحالة دي هو اللي حدد لي انهي سيكشن هو الكريتيكل واضح من هنا ان سيكشن سي هو الكريتيكل لان عليه 619 و 656 ونص بي في الهوريزونتال التورك في حين السيكشن دي عليه قيم اقل مومنت مع نفس قيمة التورك واذا السيكشن سي هو دا السيكشن الكريتيكل اللي عندي وبالتالي انا كده حددت الكريتيكل السيكشن والله رحز بقى انه زي ما هو بيان قدامي ان السيكشن عندي سي سيكشن ات سي اذا كريتيكل وان او واذا طبعا لان احنا ما بتدخلهاش في الاعتبار وعليها كمان تاني حاجة عليها بين جميع 565.5 نوتون متر وفي الاتجاه اكس وفي الاتجاه وي 619 وعليها كمان تورك 127.5 معنى كده ان انا قدرت تحدد الكريتيكل سيكشن بالطريقة دي انو عرفت كمان الاحمال اللي موهودة عليه في الجزء اللي فات احنا طبقنا القواعد تع sequence for calculation ووصلنا الى ان الالمنت اللي عندنا اللي على الجزء بتاعي اللي هو الكريتيكل المفوض لما دي نصنونه دلوقتي زي ما قولنا قبل كده هنصنونه على نظرية من نظريات الفئر المعروفة لما في اكتر من نظرية المكسيموم شير المكسيموم برينس 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 سير 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 ووهكذا اللي بندرسها في تحليل الاجهدات ولكن احنا هنا دلوقتي هنتعرض لكيفية استخدام التحليل فهنعمل بتاعنا بيزد على حاجتين كما لو انو عليه بني جمو من نشوف هننصرف معه ازاي يعني اكسل يعني معروش تورك او عليه شير سترس نتيجة التورك بس يعني كل واحدة اللي وحديها كما لو انو عليه الشفط عليه سينجل لودن دي فهنشوف اول حاجة لو بيزد ان بندن مومنت عندنا عندنا ام اكس بتساوي 56.5.5 نوطن متر والام واي بتساوي الام اكس وام اي دول عند نفس السكشن وعلى زاوية 90 درجة ممكن اجمعهم بتاعت الجاز رواجيب السجم ماكسما بتاعتهم لسوي جاز التربيع لسيم اكس تربيع ذات ام اي تربيع وحتيدين الام بندن بتاعي بي 32 نيوتن متر احنا في الداة اللي هم بتدالي في المسألة مدين ان السجم اللاور بتاعتي السجم المعادلة هستخدمها اللي هي السجما بندن تسوي m بندن في y على i x وبالتالي عندي i x هعوض عليها بي باي دي قصة 4 على 64 والي بيدي على 2 طبعا دي مش معروفة عندي يبقى اذا انا ممكن يطلع السجما بندن لما حطها تسوي سجما اللي اللي هي 71 لان اللي عمليت تصميم دلوقتي هحط السجما الاول وهحط الواي بدي على 2 والاي بالباي دي او 4 على 64 والم بندن x اللي هي هتوقف في الحالة بتاعت اللي هي السجما بندن اللي هي 232 مم وهعوض زي بهم عوض يحضر قدامي حيطلع لي ان الدمسر بتاعي هيطلع بيساوي 50 مم التصميم على اساس ان هو دقتي عليه بندن فقط دقتي هنكرر اللي احنا عملناه بس على اساس ان الحمل اللي عندي ما فانا عندي الواي الواي كان عليه 127 ونص يوتن متر وبالتالي انا هصمم على اساس دلوقتي الشير كان عليه الشير من الداتة اللي هو من دهالي في المسألة ان التاو اللاوبل سيطلع لي ان الواي 23 ملي متر وبكده احنا عملنا تدريب على ازاي انا ممكن اجيب الحساب احسب الشفط بتاعي تبقى وطبعا احنا قلناه ده افتراض مواهز صحيح لان انا عندي العمود بتاعي مع الهوش ومع الهوش او الهوش مومنت بس ده هو عليه الاتنين مع بعض لان الحالة بتاعتي المفروض تبقى وهي الحالة اللي هي قدام الجاقة هو على اساس ان الاحمال هي التورك الـ 127.5 والبندنج مومنت اللي هو الـ MX والMY دول لان برضو ممكن اجمعهم بتاحت الجازر وهديني القيمة واحدة اللي هي الريزالت بتاعتي فهذه الحالة فالدزاين بتاعي هيبقى على نظرية من نظرات الالاستيك في اللي احنا عارفينها وإحنا عادة منزلات وإذا ستشاهدهم في تصميم الشافت اشتركوا في القناة